سلام عليكم يا صبايا كيف حالكم؟ إن شاء الله يارب تكونوا كلكم بخير ومبسوطين اليوم هعمل معاكم فيديو شوي مختلف بناء على رغبتكم بس بالأول بنا نبدأ الفيديو بالصلاة على النبينا اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعائله وصحبه أجمعين بالبداية يا حبايبي زي ما طلبتوا مني بالتعليقات بتكم تعرفوا تكسيمة اللحوم الشهرية اللي بالنسبة إلي يعني للشهر أو كمان بتكم تعرفوا بالذات حكاية الحباش لأن أنا حكيت لكم دايما إن أنا بجيب حباش طبخاتي كلها لأن ولادي وزوجي بيحبوا اللحوم البيضة أكتر من اللحوم الحمرة فطبعا مش طبعا كل الشهر بناكل حباش أو كل الشهر بناكل لحمة لأ طبعا بيكون بتخلله مثلا فراخ طبخات مثلا فيها سمك معجنات بقليات بتكفي معاي الحبشة اللي بجيبها مثلا شهر أو شهر ونص بناء على يعني الطبخات اللي أنا هقسمها هلقيت بالأول؟ أول حاجة عملتها طبعا إنه بروح زوجي عند اللحام أو عن تبع الدواجن وبقول له بدي مثلا حبشها ستة كيلو أو سبعة كيلو جد ما أنا بدي يعني أطلب منه إنها تكون حجمها بيجسمها طبعا وبريشها وبنظفها وبعمل كل إشي فيها أنا هنا خليته يخليلي ورك من يعني الوراك صحيح عشان بدي أعمل عليه صنية خضار والباقي بيجطعه مع الجناحين والراجبة وأنا بجسمهم أكلات طبعا كل شهر بخليه يجيب لي كيلو حبش لأن آآ كيلو عفوا سدر آآ حبش كامل وكيلو يكون آآ يعني كبدة زي ما أنتوا شايفين بجسم الكيلو على طبختين كل آآ نص كيلو لحاله بصحن وشوفوا ما شاء الله لونه كيف بيكون يعني كتير حلو كمان طعمه زاكي جدا يعني أنا أولادي بيحبه كبدة الحبش أكتر لسه من كبدة العجل فبتكون طرية كتير وبكون طعمها زاكي كتير ومليانة حديد ومليانة يعني فوايد فبجيب كيلو كل شهر طبعا الكيلو خارج عن الحبشة نفسها يعني إحسابه لحاله وكمان بخليه يجيب لي كمان راجبتين كمان حبش غير الراجبة تاعت الحبشة نفسها اللي بنا ناخدها لإني بخليه يجسم لي إياها برضو لإنه يعني بتسعف معايا في خلال الشهر منها بحط في أكلات زي كده ومنها بخليه أكلة كاملة خلال نص الأسبوع مثلا لو بدي أعملها عمقلوبة أو بدي أعملها على رز أصفر هنا هتلاحظوا في الصحون فيه إشي كبير وفيه إشي صغير أنا هنا بعمل مثلا أكلات لنص الأسبوع وأكلات ليوم جمع يعني اللي بتكون يوم جمع زي ما أنتم شايفين على الإيد الشمال بتكون كبيرة يعني زي الورك لحال أو الصحن اللي جنبه بيكون فيه قطعة منوعة وكمان هنا عندي الراجبة بتكون عبارة عن الراجبة من فوق والقفص الصدري بتنزل فيها نزول بيشفي كل القفص الصدري فبيكون عندي القطعة اللي هيك زي القفص الصدري أو زي الهيكل هدول لأنه ما بيكون فيهم لحمة أنا بحطهم في صحن لحاله عشان مثلا لو بدي أسلقهم أخد منهم الشربة أعملها على لسان عصفور أو شربات أو أسجي فيها محشي أو أحطها أصلا تحت المحشي فهدي بيخليها في صحن لحاله لأنه ما فيها لحمة عندي هنا إذا بتلاحظوا هدي قطعة راجبة حبش بالنسبة لراجبة الحبش الدكر بتختلف عن الأنسة لأنه بتكون أسمك يعني فيها لحمة أكتر فأنا بحب أجمعهم في صحن لحالهم عشان أعملهم أكلها لنص الأسبوع مثلا ممكن أعمل عليهم خضار وأعمل عليهم رزب شعرية ممكن مثلا أحطهم تحت مجلوبة حلة صغيرة ممكن كمان أعمل فيهم كيس حراري فبخليها أكل هيك لنص الأسبوع مثلا نغير فيها وحطت عليهم كمان قطعة هيك زي ريشة فيها شوية ملبسة لحمة وهذه الأكلة بتختلف عن الأكلة الثانية اللي أنتوا شايفينها الأكلة الثانية هي أكلة جمعة فبحط فيها هذه الأكلة قطعة من نفس الجناح بيكون برضو ملبس وباختار قطعة رقبة كبيرة تكون كده ملبسة زي كده تكون هيك جرزاية كبيرة بحطها برضو معاهم أو قطعتين وبحط كمان من الورك هادي قطعة الورك الموزة وبحط كمان القطعة من فوق الهبرة فبخليها أكلة جمعة يعني تكون هيك كل قطعة تكون كبيرة لشخص فهادي ممكن أعمل عليها رز أصفر أو أسلقهم وأعمل عليهم فتى أو مثلا أعمل عليهم مجلوبة حلة كبيرة ممكن أعمل عليهم برضو كبسة برياني فبخليهم أكلها هيك بيكون عندي أكلة جمعة وكمان هادي أكلة الورك بخليها كاملة وبشرحها بحشيها توم وبعملها كمان أكلة جمعة تانية هادي الأكلة اللي بصحن لحال صحن زي نص كيلو بتختلف عن أكلة الجمعة بخليها لنص أسبوع زي ما حكت لكم وبحب أنا كمان زي ما حكت لكم أجيب رجابتين حبش غير الرجبة تبعة الحبشة نفسها بصيروا ثلاث رجاب إني أنا بحطهم بين الطبخات زي كده أو بخليهم الرجبة من فوق شايفين بتكون كيف رفيعة فبجمعهم مع بعض الثلاث رجبات اللي رفع من فوق وبحطهم بقطعهم برضو زي هيك الجرزيات وبحطهم في كيس لحاله ممكن برضو أعمل عليهم طبخة ممكن أعمل عليهم خضار ممكن أعمل عليهم أنا بحب أعملهم صراحة هدول القطع مع الفصولية البيضة بحب كتير الفصولية البيضة برجاب الحبش تطلع كتير لذيذة وكمان بحبها مع خضار برضو ممكن تعمليها مع تورلي ممكن تحطيهم صنية هيك ببصل مثلا وبطاطة هيك ببتير حلوين هيك بحبوا أنا ولدي المصمصة للحاجات اللي زي كده لذيذة بتكون وعندي هنا الجناصة والجلب نفسه ما بحطهم مع الكبدة لأنه سواهم كتير صعب فبحطهم مع أكلة اللي هتكون سليك في نص الأسبوع بسلقها معاهم هيك بالنسبة لأكلات الجمع هنا أنا جمعت أكلة كبيرة عبارة عن كيلو نص أو أكتر كمان يعني قريبة اتنين كيلو بدي أخليها للمفتول فحطتهم في كيس لحالهم لأنه الصحون اللي عندي نص كيلو وكيلو فما بتوسع هذه الأكلة فخليتهم في كيس مع بعض قطع هبر يعني جمعت القطع الهبر الكبيرة لأنه المفتول بده الدسم فخليتها لحالها عشان بدي أعملها مفتول غير الأكلات اللي انتوا شايفينها هذا بالنسبة للحبشة اللي بيبقى الاشي فيه عظم يعني القطع اللي بيبقى فيها عظم هيك أنا بجسمها هنا عندي الصدر تبع الحبشة ممكن أجسمه سكات وممكن أجسمه شرائح شاورمة وممكن أجسمه كمان أكلات طبايخ بيكمل معايا يعني طول الشهر المرة هادي أنا الجمعة هادي كنت حاب أعمل شاورمة كنت أعمل طرطة الشاورمة وبدأ وريكم إياها في آخر الحلقة فخليته يجسم لي كل الحبشة صدرها يخلي لي بس نص كيلو أو أجل شوي شرائح زي ما انتوا شايفين كده حطيته مع بعضه إذا بدي أعملوا مثلا أصابع ستريبس أو مثلا إذا بدي أعملوا شرائح هيكا فيجيتار شنيد زل اللي بدي أياه فخليته في صحن لحاله كده يعني نص كيلو أجل من نص كيلو بشوي صغيرة وباقي لصدر كله حطيته عشان بدي أعمله أكلة شاورمة لجمعة هذا اليوم كان جمعة فهايها حطيتها لحالها وقطعتها زي ما انتوا شايفين شرائح رفيعة زي شاورمة لكن لو ما بدي أعمل الحكاية هادي بكفيني صدر الحبشة مدة طويلة بعمل منه مثلا تايلاندي بعمل منه كمان طبايخ هيكا حفنة إيد حفنة إيد بحط بفرومه ناعم وحطه هيك أجد حفنة الإيد في كياس لحاله بطلعوا لطبايخ اللي بكبخهم معاكم في القناة وممكن برضو أقطعوا مكعبات واعملوا شش طوق ممكن كمان أقطعوا برضو يعني تقريبا هيكا زي أصابع طولية كده أعملها زي ما حكيت لكم شرائح زي ما بديك في صدر الحبش بتعمل كتير شغلات وساعات كمان بعمل كل نص كيلو لحال ساعات بطلع كيلو نص أو اثنين كيلو الصدر لحاله فبقى أعملوا كمان كفتة ممكن أعملوا كفتة بطحينة أعملوا بورجر جاج ممكن حبش عفوا ممكن أعملوا يعني أكلات كتير صواني اخنات كتير بتعملي فيه فتكسيمة شهر عن شهر بتختلف هذا الشهر أنا كنت حابة السدر بس أعملوا أكلة واحدة شاورمة وشوية شرائح هلجيت كل هدولة بعد ما غسلتهم بالنسبة لكبدة الحبش ما بغسلها إلا بالماء يعني لا تحط عليها خل ولا تحط عليها لمون ولا إشي لأنه على طول تعمل لك بقع هيكا بيضة فما تعملي فيها إشي غير الماء فأنا غسلتهم كويس وصفيتهم بالنسبة لغسيل الحبش بغسلوا عادي بطحين ولمون وشوية من زنجبيل البودرة وكمان حب الطماطم وشوية ملح بالنسبة للخل كنت زمان أستخدمه في غسيل الطيور وبعدين اكتشفت أنه بيزنخ بيخلي الإشي يبرز زناخته عكس ما إحنا فاهمين أنه الخل بضيع زناخت الجاج عن جد جربه وقبل ما تكتبوا لي في التعليقات لا كلامك غلط لا جربه جربه مثلا تكونوا شارين جاجتين اتنضفوا واحدة بطحين ولمون وملح وشوية طماطم وواحدة نضفوها زي ما كنتوا تعملوا بالخل هتلاقوا اللي حطيتوا عليها خل زناخات بطريقة مش طبيعية عن جد الخل ببرز الزناخة مش بشيلها جربه ورجعه اكتبولي في التعليقات التاني فصرت هلجيت أبدا ما أستخدم الخل في غسيل الطيور بس باستخدمه في إذا مثلا بدي أغسل استكات الحبش فما بنفعل مثلا استكات الحبش تودية تدعكي فيها فلمون وطحين وكده بحط شوية بس لأنه ما فيها عظم فما هيطلع زناخة فحطت شوية خل بسيطة وبغسلها هيك بالمي تحت الحنفية وبصفيها وبس الكيس هذا أنا خليته زي ما حكيتكم هيستخدمه الجمعة اللي بعد هيك وهيك بتكون عندي الأكلات كلها جاهزة طبعا أكلات شهر عن شهر بتختلف مش كل شهر بعمل نفس الإشي فهيك بيكون عندي تكسيمة الحبشة أو الديك الرومي بالشكل اللي انتوا شايفينه هذا وهلقيت هتبل الشويرمة وخليها على جنب وهعمل معاكم تورتة الشويرمة ما عملتها قبل هيك معاكم في القناة لكن هتبلها بنفس التكبيلة اللي أنا عاملة فيها في فيديو الشويرمة ما بغير التكبيلة هادي أبدا للصبايا المشتركين جديد في قناتي ارجعوا على الفيديو تاني وشوفوا فيديو الشويرمة ولما أعمل إن شاء الله المفتول برضو هوريكم فأنا كمان برضو موجود عندي في قناتي المفتول فهوريكم من الحين في آخر الفيديو طريقة تورتة الشويرمة اللي بنجيبها من بره وغالية وشكلها حلو وبعجبنا لا إحنا نعملها في البيت بمكوناتنا زي ما إحنا حبين والطريقة اللي أنا حطيت فيها هادي الحبش مش قول الله للتصوير أنا دايما بحط شغلاتي هيكا في صحون فل وفوق بعض لإنه عندي يدي بفريزر دراج فلما نحطهم كده فوق بعض ما بياخد معانا مساحة كتير بالفريزر وبيكون أسهل في التنظيف وأسهل بالفك بتطلع الكيس وإنت نظيفها والطريقة هادي للأم أو للمرأة العاملة كتير مريحة إنك تنطفي شغلاتك مرة واحدة وتحطيها بالفريزر مرة واحدة هيك بتريحي حالك بتخلي حالك إنك أنت ما تخدي وقت كبير في المطبخ خلاص بتتعب يوم واحد وبترتاحي الشهر كله وكمان ما بتروحي كتير على البلد يعني أو على السوق إنك تشتريه كل شوية وإنتوا عارفين هالجيت كورونا وتلوص وهيك فما بينفع فاجيبوا مرة واحدة واشتغلوا مرة واحدة أحسن إذا إمكانياتكم تسمح أنا هنا طلعت كيس دورة بدأ أعمل دورة بالميونيس مع الشاورمة وهحط هدول هالجيت بعد ما تصفوا خالص من المي ومن الدم بصفيهم جبل ما أحطهم في الصحون الفل عشان برضو ما يعملوا طبقة مي في الصحن نفسه وبعدين بروح برصهم في التلاجة بعد ما أكون خليت اللحمة شوية تبرد لأنه لو حططوها مباشرة في التلاجة اللحمة هتحمر معاكو خلوا هيك اللحمة شوية تبرد وأنسجتها لأنها تطازة بتبقى فمتبوحة جديدة وطازة بتبقى الأنسجة نفسها سخنة خلوها تبرد على الآخر وتتصفى برحتها وبعدين حطوها بالفريزر بيصير لحمتك اللونها حلو ما بيكون لون هيك على حمار كتير أو على لون هيك زراج مثلا من كتر ما أنت بنخليها بالطحين وباللمون كتير بتصير فيها ألوان يعني ساعة بتلاحظي أنه صار لونها أبيض كتير ساعة أحمر كتير فلا حاولوا أنكم تخلوا اللحمة تبرد وبعدين اتبكتوها هنا أنا حطت عليها عادي البلاستيك راب هذا العادي وبكتها بالشكل اللي أنتو شايفينوا هذا هتب بالشاورمة وهحطهم بالفريزر وهوريكم الطريقة اللي أنا هعمل فيها تورتة الشاورمة باختصار وإذا بدكم أعملكم فيديو إلها مفصل برضو بأعمل لكم هحطهم بالشكل هذا وهحخلي كيس المجلوبة عفوا كيس المفطول على جانب واجف لأن هاخدوا الجمعة اللي بعد هادي وهيك رتبتهم بالفريزر واجد ما بدي بأسحاب وبأطول بسهولة كمان زي ما حكت لكم الدراج يعني الدي بفريزر الدراج ما بياخد يعني واسع وما كتير واسع فلازم تعملوا بالشكل هذا اللحمة هلجت أنا جهزت كل مكونات تورتة الشاورمة وهنستخدم فيها اليوم الجالب نفسه تبعا الشيز كيك لأني بديها يفتح من تحت عشان أطلعها وهنا الطحينية اللي بدي أحطها أو الطحينة بدي أحطها في جوة الصندوش من جوة هاي الشغلات كلها حشي فيها الصندوش من جوة وكمان البصل بالسماج كل إشي بتكم تعرفوا موجود بفيديو الشاورمة على قناتي هنا الشاورمة سويتها بعد ما تبلتها خليتها في التكبيلة بس ساعة وعطول يعني عملتها طلعت طعمها يعني كأني أنا نجعها من قبل بليلة وكمان جليت بطاطا وبرشت موزرلة جبنة موزرلة أي نوع جبنة موجود عندك حطيه في حشي الخبزة من جوة وكمان على سطح الكيكة بتاعت الشاورمة عشان بدنا نفسه الجبنة تمسك ترابط تعمل ترابط في سطح نفسها ترتة الشاورمة وتسيح جوة زي ما انتوا شايفين كده أنا هنا المقطع اللي كنت حاشية فيه الشاورمة بصراحة حزف من عندي للأسف بس إذا بدكم بعملكم إياه بالتفصيل مرة الجاية بس عشان الفيديو ما يطول عادي حشيت الصندوشات عادي جدا وحطت فيها بطاطا وبصل وكل إشي وطحينة وكل حاجة وسكرت القاعدة من تحت ومن فوق خليتها فاتحة زي ما انتوا شايفين كده عشان تخش فيها الجبنة وبعدين حطيت عليها سطحها جبنة كتير وحطيتها بالفرن ودهنت الجالب جبل ما طبعا أحط التورتة دهنته بشوية تسمنة بسيطة عشان تعطيني التحمير اللي انتوا شايفينه هذا عشان هيك حكيت لكم استخدموا الجالب تبع الشيزكيك عشان تنفتح معاكم من تحت وتطلع بسهولة من فوق ما هتتهدم معاكي ولا هيصير فيها إشي لأنه إحنا حطين جبنة كتير وساحت الجبنة من الشواية وفاتت جوا الخبزات نفسها ومسكت كل الاطراف مع بعض بزينها بالشكل اللي انتوا شايفينه هذا هيك بشوية بس سولوفان هيك عملت كأنها يعني شكل تورتة وحطت على وجهها شوية جبنة تاني وحطت كمان بصل بسماج ورشيت عليها باكدونس وحاجات زي كده وحطت عليها شوية كتشة وعملت مع الدورة بالمايونيز وموجودة برضو على قناتي وشوفوا شكلها بطلع بجنن وحلوة للعوازيم يعني ممكن تعمل في العزومات تتنين أو تلاتة أو لوحدة متزوجة جديد تعملها لزوجها هيك بفرح عليها شكلها حلو وتغيير كتير عن الشاورمة العادية جربوها هات كتير هتنبسطوا على شكلها وعلى قرمشتها وكالعادة حبايبي لو عجبكم فيديو اليوم دوسوا لي لايك وما تنسوا تدعموني عشان تشجعوني أعمل فيديوها الثاني شكرا لكم حبايبي وشكرا لمتابعتكم ومع السلامة شكرا لكم